كل يوم من الساعة 6 الصبح لغاية الساعة 4 العصر أم حسن بتقعد قدام الفرن عشان تقبز الرؤاء والفطير المشالتت وموجودة في ضربة بوسماعين قدام مسجد السكري في المحضر الخليفة وبتبيع كيلو الرؤاء بـ 25 جنيه أحفادها كلهم بيصحوا الصبح معاها ويساعدوها ويوقفوا معاها أنت نفسي في إيه؟ نفسي في إيه؟ ها نفسيش في حاجة الحمد لله الحمد لله ربنا يبركنا بجد والله ربنا يكبر بخطرة الحمد لله الحمد لله استهل الحمد لله ده ربنا كبير قوي الحمد لله والله يا ربنا وقف الجنب لما ربطهم الحمد لله بفضل ربطهم أحسن تربية وجوزتهم بفضل الله وكل حاجة هي دي حياتي الدولة أن الواحد دي رب يعييره حلو ويبقى اسأل على عيالي كل الناس أم حسن الطيبة والاحترام والأدب وبتعلم كل بنات المنطقة إزاي يغبزوا الفطير وكمان يعملوا الرؤاء هي دي الستات اللي تتسلط عليها السوشيال ميديا مش الناس التانية اللي أنتوا عارفينها كل الشكر للمتابعة جيت طبعا عنده محسن عشان أكل الكوسكوسي لقيت الأمورة مكة العسل اللي أنا بحبيتها حبيت بقى أن أنا إيه أدوّقكو ودوّقها الكوسكوسي يلا جميل يلا بسم الله فين الرعشة الجميلة الرعشة مكة أحلى سلام لكل متابعة بقى لي تلاتين سنة هم تلاتين سنة بتشتغل طيب في حد بيساعد حضرتك أيوة ولادي بناس كنت بجيبهم أشغل ها كنت بشغلهم معاي بس لقيت إن ولادك هم يعني أولى الناس إنهم يبقوا معاك لأ عشان كبروا بقى يعني وبيعملوا معايا البنات وكده بس اتجوزوا بعد الوقت طيب الحضرتك الحاجات اللي أنت بتعمليها إيه اللي هو الفطير والكوسكوسي والرؤية هم دول حاجة اللي أنا بعملك ودول اللي أنا اشعرت بيهم والزبان بتوعي بيقولك من هيدا من آخر الدول اللي بتيجي من مصر الجديد واللي بتيجي مثلا من عبدين من كل حتة من كل حتة من كل حتة الكوسكوسي عندك بيبقى طعمه كده لما جيت دقته لقيته إنه هو ناشف شوية قد بتعمليه ناشف عشان خطر الناس تستخدمه في البيت مسلا يحطه عليه الحليب وكده ولا الطبيعي هو بيبقى كده لا هو بيبقى طاري بس انت هما بتحط عليه السمنة بيبقى طاري إنما هو لا طالما مع له السمنة كتير بيبقاناش شوية انت بقى بتحط السمنة بمزاجك انت طاريا زي ما انت عايز عشان انا بحطه بالسمنة انا بدي قولهم كده هما بيعملوا عنده يعني شوال الدقيق ممكن يعمل كم كيلو لا كم كيلو والله معاييرته انا بعمل بالبركة كده بركة ربنا كده حبة ده وحبة ده كده كده تتمشي ايه طيب من نسبة للفطير اللي عندك فلاحي طبعا انت بتعمل ايه الفطير الفلاحي مزبدة فلاحي ديان بتتعمل بربعين جنيه بربعين جنيه كم رقات؟ كم رقات؟ ثلاث رقات ثلاث رقات؟ اه بتبقى في قلب الاتصل اللي هي بتبقى الافستانية ديان وحجمات ايه حجمات ايه؟ اه بربعين جنيه اه اللي هي بقى العادية اللي هي رق واحد مسلا لا دي بقى على قد النز بقى بخمستواشة اربع عشر ماذا غلابا انا كنت بقى الفطيره وهي باتنين جنيه اه كل ما الحاجة بتقلي الحاجة بتقلي عليكو عليا وعلى كل حاجة ومن نسبة للرقاء؟ الرقاء بقى ببيعك كيلو خمسة وعشرين جنيه اه ناشف ولا طاري؟ ناشف ولا طاري طيب هو في مكان تاني غير الرابع اللي احنا فيه دول؟ نا يعني انت الزبان بتقعيك بيقولك الرابع هنا؟ لأ الزبان هم مشهورة بقولك من ثلاثين سنة دي شهورتي اصل اه لكن مفيش مكان بتطلعي تقفي فيه تاني؟ نا او بتبعتي حد مسلا اماكن ولا حاجة؟ نا انا الموظفون كلها بيجيني والناس كلها عقفة اه وانت اصلا شغلك بيتدري من الساعة كيف؟ من الساعة تمانية الصبح لغاية الساعة نصف ان لما في العدي الكبير بقى بدبقى من تمانية لغاية لغاية مسلا الساعة واحدة اتنين ما نتعب نقوب ايو هو ده الشغل في الموسم بس والكوسكوسة عند حريق بكام كيلو؟ الكوسكوسة حاليا دلوقتي بخمستاشر بخمستاشر؟ تي بقى حد بيقولك تعيون الافراح وكده؟ لا ما بروحش عند حد اه انا بعمله ببيتي ما بروحش لحد ببيته بعمل وانا ببيتي كده هما يجوا لغاية يجوا يغدون انت تقول لي وغاية كده يعني طب هو الكوسكوسة اكتر حاجة اكتر وقت يقعد فيه كم يوم؟ الكوسكوسة هو ما عاربش بقى انا بعمله اصنعه والدهول لا 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 وانا ماسوك خدت منك الكوسكوسة وحابيت استخدمه تحطه في التلاجة لو قعدته اسبوع مش يجري له حاجة اه واكتر حاجة في الفريزة في الفريزة في الفريزة الاحزن لو سبته عشرون يوم في الفريزة مش يجري لا فيش مشكلة انت بتعملي الحبة النعمة صح؟ بعمل كل اللي انت عايزه بصتح من قطع كلام حضرتك الحبة النعمة دي بتبقى مالوش معنى في الاكل حالوة النواب بقى مخرس كده لانا بيبقى حلو في اكل هو ما فيش انعم من كده كوسكوسة يعني انعم من كده بقى جيبه انت شوف دا وشوف اللي بره لا انا هقولك الحاجة اللي بره انا 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 عارف اللي بره بيبقى بحس ان هو هايش شوية كده هايش شوية عشان بيحط عليه مياه اه يعني هو دلوقتي واقف بالعربية بيسقي مياه طول ما واقف يسقي مياه ينفش ثم دول لو انت حطرت عليهم حبة لبن هتلاقي الطبقة دي كده بينفش الحباية بتزيد وتنفش لكن نوع الدقيق بيختلف؟ ايو احنا بنعمل جيء حلو نجيف. اللي هو انا شايف. اه. ما تجيء كتير بس احنا بنعملش هلا ده. ايو. وانا بقى عايز اعرف يعني معلش انا اسف يعني يعني عندك اولاد اه حضلك اسمك ايه? لا انا معاي اولاد اه. اسمك ايه? انا اسمه ام حسن. ام حسن. اه. ومعاك كم بنات وصبيان? معاك ثلاثة صبيان وثلاثة بنات. ربنا اخلهم لكم. الستة بفضل الله بساعدوكي? لا. كل واحد معا نفسه بعد الوقت ما انت عارف الحقيقة عن ما زبا. ايو. كل واحد معا نفسه. طيب انت تحب تقولي ايه للامهات يعتبر اللي هيشوفوكي في الوطن العربي كلهم. اه. ايه الرسالة اللي انت عايزة يبعدها لها? هقول يعني ان الواحد يكفق على لقمة عيشه احسن بدل ما ميدي ايدو الحد. صح? صح. اه هي دي الحياة الحياة الحلوة ان انت ايه الواحد يشتغل ويجيب لقمته بعرق عفيته. ويشوف ولاده وربطهم احسن تربية وجوزتهم. بفضل الله. وكل حاجة. هي دي هي دي حياتي الدولة. ان الواحد دي ربي عياله حلو ويبقى اسأل على عيالي كل الناس. ده سمعتك سبقك يا حاجة. ايوة انت عارف انا الحمد لله ولا بحب الشكل ما حد ولا لا يدعوه الحد. نعم. هي دي عشت طول حياتي. مليش ما. في حالك? في حالي. بالادب يعني ما. نعم. وولاد الله اكبر عليهم السبيان مقدمين ومحترمين وكما. ربنا خلهم لك. الحمد لله وربنا يبعد عنهم الوحش. يا رب. ورجالك ولادي ناس محترم الحمد لله يعني جوزتهم ناس محترمين. نعم. وناس مقدمين ويعرفوا ربنا وكويسين الحمد لله. ربنا خلهم لك يا رب. علمت بقى عيالي يعملوا ايه. هي. علمتوا يعرفوا باتهم ازاي ورجالتهم ازاي. يعني لو جاتلك واحدة من بناتك زعلانة وكده. لأ. تقول لها عودي مفيش مشكلة. لأ باتك. اه. تقعدش تعود عندي تعمليلي ايه. ايه. روح باتك لجوزك وعيالك احسن. لا الواحدة ملاشها اللي بيتها حضرتك وعيالها طالما جابت عيال. هي دي يعني. علمتهم يعملوا زي ما انا بعمل كده يعني بقوم في بيتهم يعرفوا ازاي. وانت حديك طول النار قعدة قدام النار كده. لا انا شوية بس بقوم يعني مش مش عو طول. ده هو في الموسم بس بتاع القدي الكبير اللي بنعطل لنا. نعم. ده وقت انت عايز حبة ده عايز حبة بعمل معه خلاص. والكسكس بنعمله بالطلق. بالطلق. ما انا ماريش محل بره. انا على قده جد من المحل. نعم. المحلات غالية بره في المقاطة نشوف المحل الكده. كان جد. انا بقى بعمل لزباينك يقول لعايزة عاشرة هلعايزة تلاتة. كده. الحمد لله. انا عايز польз انت نفسك في ايه? نفسك في ايك? اه. نفسش في حاجة الحمد الله. غنوبة. بالجد وللها عن vont يبارك لا folks. الفكاد ربنا يكبر بخطرة. الحمد لله. الحمد لله. استغل الحمد لله. بحيث. ده ربنا جدير قوي. الحمد لله. والله يا ربنا يا ابو الجنبي لما ربطهم الحمد لله يا Commerce governor. المكان اللي احنا فيه هنا فينا حاج. المكان ده اللي احنا في دلوقتي ده احنا دلوقتي ده احنا دلوقتي درب اسماعين درب اسماعين اه في منطقة ايه? سك تلاتاشر شرع المحجر اه? ايو سكة وكون ايو درب اسماعين انت بقى جت من برا كده من اول ما تخص من الحارة ده اسمها درب اسماعين. درب اسماعين اه. واي حد ييجي من متابعين اكلة عدناني حجة. نا والله العظيم عناية. عناية. هما بقى دلوقتي ايو. يعني معاك ركم التلفون. ايه اللي هيعوز حدا? هيتسل. صح. معايا بس مسلا ايه ناس بشغله? نا. يوده. بغاية يناه. يعني عندك توصيل? ايوة. يعني لو حد محتاج توصيل? ايوة. ايوة. هو يتسل على التلفون وانا هبعك. طيب ميش. صحي كده? صح يا حبي. انا اتشرفت بيك ايه? ان شاء الله يجب. وطبعا ربنا باركلك اه في ولادك. وحافتك الجميلة بك. الحمد لله. ربنا يا خليك يا رب. شوك يا حبي. هنقول ايه? نقول نفسينا في ايه? الحمد لله. الحمد لله يا حبي. نحمد ربنا. ربنا يا ديك الصحة. ربنا يعنينا يا رب يا رب. واني الناس المحترمين. الحمد. الواحد موصود جدا اني انا جدت مسجل معاكي. و اهم حاجة ان الناس الحمد لله بتعرف ان مصر بلد حلوة. الناس اللي فيها اناس طيبة. ايوة يا عمد الحمد لله. وحنا ناس الحمد لله نيتنا وصفة لله. الحمد لله. ربنا يا ديك الصحة الحدي. نحمد ربنا. عايز تقولي حاجة تاني? ربنا يكبر بخاطر. نمسك تقولي حاجة تطلقها من قلبك. لا عادي اتكلمي برعتك انا اتكلمي. الحمد لله. ربنا يا ديك الصحة الحدي. الحمد لله.